أهلا وسهلا بكم لدورة جديدة تنظاف لموقع المجمع وقناته الإعلامي على اليوتيوب هذه الدورة التي سنخصصها لتقنية الأجهزة الوهمية قدمتها كتابة أو قدمت مراحل منها كتابة على موقع المجمع ستجدونها بعنوان الأجهزة الوهمية على لينوكس والويندوز مع جاتوال بوكس وفياموار وابتداء من هذا الدرس سأعمل على تطبيقها أو على تقديمها بالتطبيق صوتاً وصورةً مع أمثلة تطبيقية بالفيديو إذن ابتداء من هذا الدرس سنتعرف على ما هي تقنية الأجهزة الوهمية وفي الدروس القادمة سنعمل على تطبيق مفهوم الأجهزة الوهمية لإنشاء أجهزة الوهمية إذن ما هي تقنية الأجهزة الوهمية ولماذا نستعملها؟ المشكلة التي جاءت تقنية الأجهزة الوهمية لحله هو أنه حين نمتلك جهاز كومبيوتر واحد ونريد تثبيت أكثر من نظام تشغيل عليه واستعمالها جميعا في نفس الوقت كيف يمكننا ذلك؟ إذن حل ذلك المشكلة كان هو تقنية الأجهزة الوهمية كيف ذلك؟ حيث أنه مثلا في هذا التمثيل أو هذا الرسم المبياني لدي هنا أسفل العتاد يمثل الجهاز الحقيقي الذي أملك بما فيه من معالج وذاكرة وقرص صلب وما إلى ذلك ذاك الجهاز ثبت عليه نظام تشغيل في حالتي مثلا هنا لدي جهاز حقيقي ثبت عليه نظام أو توزيع كومبيوتر بوجهة كلمشير إذن هنا أسفل لدي جهاز حقيقي لدي نظام تشغيل مثبت عليه وثبت على ذاك النظام برنامج مختص في تقنية الأجهزة الوهمية مثلا في حالتي أنا ثبت برنامج يكون على هذا الشكل مثلا هذا وبرنامج ذاك البرنامج يتيح لإمكانية تتبيث عدة أجهزة أجهزة وهمية عليه كما نرحض هنا في أعلى التمثيل يعني بالتطبيق هو مثلا هنا لدي ثبت عليه مثلا قمت بإنشاء جهاز وهمي عليه وثبت عليه نظام التشغيل الويندوز 7 التفاصيل كيفية تتبيث يعني سنراها فيما بعد الآن نهتم فقط بالمبدأ بالمفهوم الأجهزة الوهمية ولما نستعمله إذن هذا هو المفهوم باختصار فيما ستفيدنا أو فيما سنستعمله يمكن أن أفرق بين فئتين من الأشخاص يمكن أن تهتم بالأجهزة الوهمية هناك فئة مثلا تريد استخدام أكثر من نظام تشغيل ولكن أنظمة تشغيل مختلفة تماما مثلا هناك من يستعمل ويندوز ويريد أن يستعمل أيضا توزيع من توزيعات لينكس إذن يمكن أن يستخدم الأجهزة أو هذه التقنية لاستعمال النظامين معا في نفس الوقت الفئة الثانية هي فئة مثلا تكون انتقلت إلى لينكس ولديها ذاك الحماس لتجريب توزيعات عديدة من توزيعات لينكس لتعرف ما هي التوزيع المناسبة لها في هذه الحالة يمكنهم استعمال أيضا تقنية الأجهزة الوهمية لتجريب عدة توزيعات بسرعة دون الحاجة للاحتمال بتقسيم القرص الصلب كل مرة أو حرق استوانة أو ملف توزيع على فلاش أو سيدي أو ديفيدي فقط باستعمال برنامج بسيط يمكن تجريب تعدى التوزيعات في نفس النظام دون الحاجة لإعداد تشغيل النظام النهائي إذن هذين أو هاتين فئتين يمكن أن تهتم بتقنية الأجهزة الوهمية يمكن أن أضيف أيضا فئة أخرى هي مهتمة بتجريب أشياء يمكن أن تكون فيها بعض الخطورة على جهازهم أو نظامهم يمكن أيضا مثلا برامج الحماية أو برامج اكتشاف الثغرات وما إلى ذلك يمكن استعمال نظام وهمي لتجريبة مثل تلك الأشياء عليه حيث أن حتى لو أصابها عطب فذلك ليؤثر نهائيا على الجهاز الحقيقي إذن هذه كانت نظرة عما تقنية الأجهزة الوهمية ما هي مفهومها ولماذا نستعملها وفي الدرس المقبل إن شاء الله سنبدأ مع تطبيق بتحميل برنامج VirtualBox وإنشاء جهاز وهمي عليه إذن نلتقي في الدرس المقبل إن شاء الله إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر